العالم ره يتبدل والتكنولوجيا ره تطور والوظائف ره تنقص والخدمة الذاتية في البلدان المتقدمة ره تزيد وتزيد وأصبحت عنصر أساسي وشيء مهم وضروري وبالصيف عليك تعرفها لسببين السبب الأول هو أنك تخدم نفسك بنفسك وتوفر على روحك المال والجهد والوقت والسبب الثاني تعرف الوظائف التي سوف يكون لها شأن في المستقبل والوظائف التي ستنقرض قريبا فبعد ظهور أول آلة فانديك ماشين وبالتحديد في بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر حصلت التورة الصناعية وبدأ تغيير العمال بالآلات وطاغت داكاء الاسطناعي على كل المجالات وبسببه سوف تنقرض لعديد من الخدمات أو بالأحرى ستستبدل بالآلات القيادة الداتية السائقين وشوافرة تطبيقات ومواقع الطيران وحجز التذاكر بضغطة زر مثل سكاي سكانر بوكينغ دوت كوم شركات سياحة سليم الأونلاين بانكينغ والتحكم في جميع البيانات فقط بالهاتف موظفين البنوك سليم فهذه الطفرة خلات أنواع عمل جديدة تدهر مجال تحليل البيانات وتجميعها وأخذ القرارات على أساسها لكسب السوق وتطوير المؤسسات مجال البروغرامينغ وإنشاء المواقع والتطبيقات عامة مجال الديجتال ماركتينغ وترويج المنتجات على الأنترنت وإمكانية استهداف العميل الصح المهتم بالمنتوج وزيادة المبيعات وغيرها وغيرها من المجالات نحن عرفوا أول خدمة ذاتية تصرات في ماريكان والتي تعود عام 1917 الذي يخرج أول سطور الذي كان مجال يعني عندها مجال كما نقوله فأول سطور له يدخل والناس يشيروا وحدهم لأنه في 1900 ولا قبل 1917 ما كانت كاين في ماريكان وما كانت كاين بالك في العالم عندما تدخل المحل وتخيل واحدك وتحط وتشري هذه قبل ما كانت كاينة كان يعني كاينة هنا في أمريكا قبل ما يدير هذا المحل وليه هو سموه ويجي 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 عاد يتفوت من نتانيسي فقبل ما كانت كاينة تدخل تدخل واحد شخص سموه كلارك سي أل أه آخ هذا هو تعطيه الليستة وشرك بيتشري كما زعام ممارسة قدي لك ليستة تقول لك رعجري فتعطيه الليستة وهو يدخل للسطور يجيب لقعص والح وهنا بكري كانت بهذا الطريقة كان الناس تخلص بزاف دير أنه الناس تدخل وحدها وهي اللي يجيب الأكل وحدها فالمصاريف نقصوا على الشعب والمبيعات تحت هذا المحل زادت حتى وصلت يعني المبلغ الخيالي طورت الحقيقة أولت تدخل المحلات ماشي محلات فقط وإنما غاراج هذا غاراج يعني تحشاركة يعني يدخلوا لغي صحاب الشركة تدخل لها نورمال وتشري يشوفوا الشعار السوالح يعني هذا كبير السلام عليكم وراء الله وبركاته وصباح الخير عليكم أصبحنا وأصبح الممكن لله قبل ما نبدو هذا الفلوك ما تنساش أنه ورانا نقدمه خدمات إلكترونية على صفحتنا الفيسبوك الرسمية وعلى صفحتنا أيضا في الانستجرام من بين هذه الخدمات إنشاء المواقع والتطبيقات ترويج للصفحات وعمل الإعلانات وطلب وشحن بطاقة بايسيرا وتحويل الأموال من أمريكا إلى الجزائر إذن أحسن مثال ممكن نبدو به على الخدمة الذاتية وهي تقريبا كامل الملايات أنت اللي يتعمر ليصنس واحدك فبالك تشوفوا بعض الأحيان باباراتزي تقضب المشاهير وقاعي يعمروا في ليصنس واحدهم فهذا السلف سيرفيس يعني من 1954 بدأ من كولورادو ومريكان بدأت تعتمد على السلف سيرفيس في الجاز ستايشن هنا فلزم تعمر ليصنس واحدة موسيقى موسيقى هم اللي يجيبوا لك هذه الخدمة لكن هنا في آيكيا سلف سيرفيس فورنيتر أريا ونتا تبلاصيهم وحدك في الدار يعني انتا تركبهم معروفة آيكيا أنك انتا تركب السوالح بروحك فتجي تدخل في هذا القارج الكبير وتحوس على المنتوج اللي بيتشريه بالنميرو تحم موسيقى أن يشوفوش هم كاتبين هنا سلف سيرفيس بيكينج ليست يعني انتا يا هاي لالا ليستاعك تشوف هنا وين وتروح تسيرفي بروحك بروحك يعني أنا درك والله حسي تروحي حسي تروحي نخدم هنا جبنا هالا وباقينا نروح ودروحك لالال 29-18 لازم تشوف منه موطي هنا يعني هدا متال واضح على السلف سيرفيس والأعمال اللي رح يقضي عليها هنا الناس ريتخلص وحدها سلف سيرفيس وهنا الناس اللي تبغي تخلص عن طريق هذا يعني هو اللي يخلص عليها فشوفوا يعني السلف سيرفيس ريهدد هذي الخدمة وأكيد منه القدام ما رحش تكون كاشير كاشير معنى هل يخلص علي الناس ما رحش تكون كاينة فشوفوا من الناس ريتخدم وحدها تبتشري وحدها وهنا سلف سيرفيس يعني وحدهم يخطوا الاشياء هنا يخلصوا مننا ما رحش تكون من حق ايمايلي من حق الفون لازم تستعمل سلف سيرفيس كيفاش سوف ايمايلي وشرك بغي تبرينتي في هذا الايميل يرسلوك كود في الايميل ويوز يوركو واجي هنا تخير واحدة بدنا كل شيء سال سيرفيس واجي تخرجي واحدك تبغي تضيع فوتوكوبي او تبغي تخرج حاجة تبرينتيها كما احنا اي حاجة لما كنت تعرفت سيرفي روحك بروحك راح تحصل فهذه واحدة من الأشياء بغي تبرينتي حاجة لازم تبرينتي حاجة شوفوا كل شيء سأقوم بغي انا سأقوم بغي كل شيء واحد لازم تقصر راسك كرين هذه اللوطة لكي نجيبوا بها البيت فهذه أبليكيشن نخذ اخرى سموها Get around وحلها فقط بالتليفون اخبرتكم هذه الأبليكيشن سموها Get around يعني تكري السيارة ب10 دولار او لا تروح للمكان تاحها يوروها لك في الاب تحلها بالهاتف تاعك وتعود ترجعها للمكان تاحها يعني بلا ما تتعامل مع المالك تاحها فكل شيء تديرها انتب وحكيت لكم في فيلوغ سابق على واحد الأبليكيشن سموها كاب ولا كراب المهم تاع الطاكسيات في نيويورك هنا تفتح السيارة خلاص انفتحت انك كيفاش تكري الطاكسي لمدة يوم فقط بالهاتف تاعك وتكريدك الطاكسي وتكريدك الطاكسي وتخدم به نهار وتعود ترده في المكان تاعه هذا الفلوغ راح يفوت منا وروحوا يشوفوه ثاني شغل جوت عسل اندريس تكون صوق لوتو تقاريها تعود تريد صوق كاميو تعود تتخون لوتو على فوليس تفتح حسنا السلام عليكم كاللوغ انشيب اندد السلام عليكم وانا دخل الجيم اكتشفت اني سيلف سيرفيس اخر نسيت باش نقول عليكم شوف تقدر تسجل هنا عند الناس وطولا وتقدر تسجل تولي فى دخل اسم الناقب لتكون جديد في الصلاة الآن لنا أدخل معهم فتقدر كل ما تكتبه وانا تسسم لك توجد كل ما يكتبه ووانا يرغب عليكم فقط وانا تسجل نفسك في الجيم وتخير الوكتبه شهر شهر شهرين إذا خدمة أخرى مع العبريشي لندخل هذه من الخدمات البداتية وللا لكن شوفوا هنا بغي تنقاري فرح نستغني على هذا يعني ممكن تخلص بالكارطاتها لكن تقدر تدير هذا الشيء بالهاتف وكي يكمل لك الوقت يعني الميتر هذا يعني يكمل دير نص ساعة وانتهرك في بلاصة بعيدة وكي يكمل لك الوقت وكي يكمل لك في نيويورك فتقدر بالتليفون تزيد الوقت سمارك تعمل بنفسك بنفسك وشغل داخلها في هذه التكنولوجيا أكثر إن شاء الله يجب أن تعرف برك هذا النميرو هذا هو هذا هو البلاصة فرح ندخله هنا في الاب والحاجة الأخيرة باي اي باورب لدينا 27 دقيقة و18 نبدأ نضيفه 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 باورب تخير 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 إذا كنت تريد محوظة وإذا كنت تريد محوظة لا أريد أن ترى الناس من العالم بعد كورونا هذه الأشياء هي المستقبل داخلها في سلف سرفيس وداخلها في كوتشينج أولاين يعني سلف سرفيس كوتشينج أولاين هو المستقبل فأنا في المنظر هذا أنا كمدرب لازم علي أن نكون على دراية هذه الأشياء لأن هذا هو المستقبل يعني قادر تدخل أموال كبار فقط من بيتك تعلم الناس من بيتك وهذه هي التكنولوجيا رائحة لهذا الحد فسيليبراتي كما قال لي يعني نشهر كبار لا يرين هذه في بيتهم ويترينو بها يعني فقط ما عليك غير تقابلها واتبع وشراه يدير جينا لسيفوي على فكرة سيفوي هذا غالب بزار مجتمع كاين بزار حوانيات ومحلات رخاصة عليه هو خدمة يعني ذاتية إن شاء الله برك نلقاها الداخل فعلا فعلا راح تحيركم مجتمع مجتمع لقد لقيت الشيئ اللي راني بيانوني بكم وهي أنه تعرفوا آخر التطورات هو الكيوص من شغل آلة واحدة من هذه الآلات شوفوا لدانوها الغارة كشوالا هايلة بداني يعني تخيلوا هذه الآلة وشدية وتخرج لك مجتمع 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 المهم فوسكو رخيص شوية تقدر تشري منها خضرة كين صوالح فيه رخاص بزاف على سيفوي وكين وخضاء أخر ما تشرحوا لبس نعطيكم المعلومة اللي يسموه وقصدق المجتمع المهم وش الخدمة التي قدمها هنا كين سنكتشفونها ولازم أول حاجة نجيبوا نجيبوا هذه من السيارة اه يا الاخ اطقيلة يا جدك فكرتني بتاعنا ميلا راسي نمر راسي نمر ايا ايا يالله يالله عطا عرضه ويده في طيح انت قاعدة تلمزي سهلا انا قلب نكملوها اه درسي جاي دخلنا الفوتسكو وبدأك تشوفوا وبدأك رأينا شوكوا هدو اسوالي عطا حتى السلف سيرفيس مديوني بزاف لغروسروي هنا كما هاكا لماذا يجب الناس الكثير لها اوه حاجة الأولى هاكم تشوفوا هذي كافياند كي جميع واحد عنده محل يعني يعاود انفاتيح فمن القدام هذه المهنة تاعك راه مهددة بالخاطر لماذا؟ لان هذا الشي يدير وش يدير هذك المحل اني ساقسي كيفاشت الموطة لتاعك شوفوا شحال 149 دولار كي يدرون لكم مفتاح لتاع اللوطة مفتاح لتاع اللوطة سليم عني مفتاعي سنستحفظ علي 149 دولار لتاع مفتاح لتاع اللوطة يعني شعال 150 دولار اللي هي 100 مليون و 700 و حوالي سجمليين و 300 كي يدرون لكم مفتاح لتاع السيارة السلام عليكم فهنا تنجم تكري سيدة او ديفيدة مهم رح نجربها باش نعرف شواله مهم يقول لك قادر ترنتي يعني سيدة في الفيلم او تشري و مين يخرج هذا السيدة يخرج مننا هايا رح ندخل هنا هاولا كين ورنت معناه تكري موفي يعني يخرج لك مننا تده تروح تتفرجه وتعاوج هنا وترده هادي في الرنت او باي تشري ما خدموها باش في امازون جو دخلكم و خلينا او ندخل و نحكيخكم بخير انتخل فى امازون جو نخل فى امازون جو و متجر المستقبل يعني خرفيا امازون جو هذا فى عامي ملات السنين ما بداوا يستعملو به انه مكانش حتى السيلف تشك أوت صحة رح تبضع وحدك حتى السيلف تشك أوت ومكانش فارهكم تشوفوا هااا لا يوجد أحد في المحل يشوفوا هذا الشخص سيسكن سيسكني 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 وما يخلصته أحد كيفاش؟ تبعوه لشوفوا العملية دقة دقة يعني عندك تليشارجة هذه الابليكاسيو امازون جو ولا إلا كان عندك اكاونت مع امازون يعني امازون الابليكاسيو امازون رح تدخل في هذه امازون جو ورح تلقاها بعد ما تدخل امازون جو رح يجيك هذا البار كود هو اللي رح تسكني هنا بش تدخل اذا دروك السؤال المطروح جوا كيف تدخل تشري؟ شكول يحسب لك شاشريت؟ شكول يعرفك شاشريت؟ دكم فعامكم كيف ترفض هذه؟ رح اوتوماتيكمو يعني بالوزن وكل واحد اللي سنصر هنالفوق يحسوا بلي رفدت الاخر فيدخلوها لك ديركت في الحساب تاعت كونت عاود تردها؟ كونت عاود تولي مزايا؟ فاهمي؟ مافهم دوش فاهم اخرينا هذه فكين ميزان هنا هنا مع السنصر هذا الفوق هاولا والميزان هنا يحسب يعرف بالليديت هذا سايرا عارف بالليديت هذا انتهاء ما تخلص ماولا ما تدير؟ من جهة انه يسهل عليك انتها يا باش ما تدير لايين 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 وتخرج لدرجة اني انا ديفور ما نشري لكي تفوت على امازون غو منحص روح يبالي رح ندخل ونخرج شغل رح نضي حاجة ونخرج شغل مش عارو شغل حلت في ريجيدا نضيت حاجة وروح يعني هذيك الصعوبة تع تخلص وقع ناقصة ومن جهة اخرى باش الناس تكونسومي وهذا هو اتجاه العالم الجديد يخلوك دائما تكونسومي انت تسحق حاجة واحدة يطلق لك بي اتري اتري تروح تشري تري وزيدوك تري ومأتوامي عندك 6 صوارح فهذا احسن مثالوا امازون غو اتجر المستقبل فعلا وحرفيا كيف مصوارح بزاف تحسن الف سيرفيس يخدمون عليهم مثلا شركت هذه النقل المشهور رح يتخمم انه تنقل يعني تريد بالدرون كي يوصلو لك حتى الباب الدار وبزاف خدمات داتية اللي رح تلغي بزاف خدمات عادية اللي تعودنا عليها انتو ما قولوا لي خمو واش رح يكون سلف سيرفيس واخدمة ذاتية في المستقبل و اي خدمة رح تعوضها قولوا لي في التعليقات اعطوا لي امضينات عكم تحت في خامة التعليقات و ما تنساش الطقوس تقصها الله يتقصك ما تنساش اللايك باش الفيديو ينتشر في اليوتيوب و تشوفها الناس و تنتفع به واحد رجال ماريكان ولا قول له على السلف سيرفيس باش يبدي فكرة و يبدي احتيار باش يعرف واش رح هنا يا ويا ان شاء الله نكون فتكم وانو بقليل سيرفيس وعليكم و ربط الله و الله و بركته سيرفيس